بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس جملة من الملفات لسيما النزحين وإعادة إعمار المناطق المتضررة العبادي وخلال مؤتمر صحفي عقده مع جوتيريس في بغداد أكد وجود عمل متواصل بالتعاون مع الأمم المتحدة لإغلاق ملف الفصل السابع مشيرا إلى أن حكومته تؤيد المساعي الأممية لملاحقة المتطرفين ومعاقبتهم